علمي من الرحمن ذي الآلاء بالله حسد الفضل لا بداء كيف الوصول إلى مدارج شكره نثني عليه وليس حول ثنائي سئل المسيح الموعود عليه السلام ما حكم الصيام في السفر؟ فقال يتبين من القرآن الكريم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي يجب أن لا يصوم المريض ولا المسافر وهذا أمر مؤكد لم يقل الله تعالى بأن يصوم من يقدر ولا يصوم من لا يقدر فأرى أنه يجب أن لا يصوم المريض ولا المسافر ولأن معظم الناس يصومون عادة لذا لو صام أحد نظرا إلى تواتر عمل الأمة فلا بأس في ذلك ومع ذلك لا بد من الاهتمام بعدة من أيام أخر بسماع هذا الكلام قال المولوي نور الدين رضي الله عنه يجب على الإنسان أن يصوم بضعة أيام من كل شهر نريد أن نضيف أن المسيح الموعود عليه السلام قال مرة إن الذي يصوم بتكبد صعوبات السفر فكأنه يريد أن يرضي الله بقوته ولا يريد أن يرضيه بطاعة أمره وهذا خطأ إن طاعة الله في الأوامر والنواهي هو الإيمان الصادق ترجمة نانسي قنقر